لو ادينا بص على الكود كده هنلاقيني فيه شوية مشاكل من حيث فتعالوا ندي بصها المشاكل اللي عندنا وبعدين نحاول نحلق. اول حاجة ان احنا نلاحظ ان الكونفجريشنز بنكتبها هارد كود دي يعني مسلا البيز يور ايه اللي احنا كاتبينه هارد كود دي لا احنا عايزين ننقل الحاجات اللي هي علاقة بالكونفجريشنز نحطها في مكان مركزي عشان نتحكم فيها بطريقة مركزية وفي نفس الوقت عشان بعد كده ننطور بتاعنا نخليه مسلا اه يكون او غيره نقدر نتحكم فيه من غير ما نعدل في الكود نفسه يعني نفسها تبقى موجودة في مكان ما في الكلاود او كده وبتأثر فيه بتاعي او بتأثر حتى وقت او وقت فاحنا كخطوة اولة دلوقتي عايزين ننقل اي حاجة ليه علاقة بتاعت ننقلها في مكان مركزي في فوردر حنسميه تاني حاجة هنلاحز ان احنا بنبعث بتاعنا جوة واحنا طبعا اتفاقنا ان ده نازم ننقله تالت حاجة هتلاقي ان احنا بنهندل عملية دي هارد كودت جوة الكود فطبعا ده مش صح الصح ان احنا عايزين طريقة مركزية بحيث تهندل العملية ده يعني مثلا تهندل هي تقول او تضيف او تعمل او تتشيك على حاجات في فكل ده بنعمله عن طريقة حاجة اسمها فاحنا محتاجين نتكلم في التلات حاجات دول او اكسل هم اربع حاجات اول حاجة دول حاجتين يعني شبه بعض بس هما مش حاجة واحدة الحاجة التانية الحاجة التانية فعايزين بقى ايه نبتدي نصلح المشاكل بتاعتنا كمان في مشكلة احنا كنا نتكلمنا عنها المرة اللي فاتت وعايزين نصلاحها برضو هي ان احنا عايزين ننقل كل والحاجات كلها في اه فولدر دي تي او جوة بتاعنا احنا طبعا نقسمين نفسه يعني الجزء بتاع البوست حاطينه بزنس دومين لوحده او فولدر كده لوحده عايزين بقى نحط بتاعت البزنس دومين ده جوة الفولدر ده خلونا اول حاجة احنا احنا حنكاريت الكونفجريشن وانا متعمد يبقى اسمه مش انفيرومنت لو فتحت اي انجلور ابليكيشن هتلاقي انه غالبا بتتحط فولدر اسمه وده مش صح عشان الناس ما بتفرقشوا بالزات بتوع الفرونت عندما بيفرقوش ما بين الانفيرومنت والكونفجريشن دي بتبقى اوبشن بتتحكم في البيهيفير بتاع الابليكيشن لكن الانفيرومنت بتحط فيها السيكريتز بنحط فيها المفاتيح والتوكنز والكلمات السرية والحاجات اللي المفروض محدش يشوفها هو مش بتبلد جوه الابليكيشن ومش بتترفع مع الجيت هسري لكن الكونفجريشنز بتبقى مجرد اوبشنز كده فعشان الناس ما بتفرقشوا بتعتقد ان الانفيرومنت ده بتبتدي تحط جوه مفاتيح سرية وطبعا بتشوف كتير اه ابليكيشنز موجودة جيت هاب فيها بتاعة مسلا او كده وده مش صح عشان كده انا متعمد اسمي عشان تعرف ان ده مش مش حاجة فيها مفاتيح سرية فيلا بينا نعمل بتاعتنا هعمل اسم او سمي زي ما تسميه طبعا وهيحط جوه بتاعة انا بحب كل حاجة تبقى محطوطة في فايل مستقل بذاتها يعني الحاجات بتاعت الاي بي اي حاطيتها في اه فايل واحدة هبتدي طبعا اكسبورت الحاجات بتاعت انا عايز اعمل بيز يوريل لاحز ان المسمى بتاع الفاريبل لازم يكون واضح جدا بغض النظر عن هو موجود جوه فايل اسمه اي بي اي يعني معرف نوعه بتاع الاي بي اي لا الفاريبل نفسه لازم يكون واضح يعني اي بي اي بيز يوريل اي حد هشوف الفاريبل ده من اي حتة خلاص هيفعم على طول ان ده بتاع الاي بي اي. وهنحط اللي بتاعنا اللي هو كان ده. طبعا ممكن يكون فيه تانية ليه علاقة بي زي مسلا الفيرجن فهعمل كده. احنا هنا في حالتنا مش بنستخدم الفيرجن بس اا بوريك يعني ممكن بقى تحط الكلام ده جوه يعني انت عايز واحد جوه دي كلها فهتعمله الطريقة دي طبعا ممكن يكون او عادي براحتك في الحالتين هيدو نفس النتيجة في حول اي بي اي. وهتحط المتغيرات بتاعتك. طبعا انت حر بقى تعمله بالطريقة دي. يعني تحطه اا بروبيرتي بروبيرتي او كده وتكسبورت كل حاجة الوحدة او تحطهم كلهم على هية وتبقى استخدمه. انا الصراحة ميال اكتر ان هو يبقى تمام? و اا بستخدمه جوه الابليكيشن بتاعي على هية بتاعت الابجكت. فخلونا نستخدم الطريقة بتاعت الابجكت. ونشيل ده. دلوقت خلاص انا محتاج بقى ايه? البيزيوريل دي. شلناها. فحنستخدمها ديناميكالي من الكونفجريشن. هلاقي ان هو هنا خلاص بقى بيديني ارور. نفس الكرام هنعمله بقى في الكمبينت التاني لوال فيو لست. انا حتى كنا نحطينه هاردو كوديد قوي يعني. انا حتى كنا نحطينه هاردو كوديد قوي. ترجمة نانسي قنقر. شكرا